السلام عليكم أختي مرحبا بكم في درس الجديد على القناة استفهام عام اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الخبر مفرح هو ان على اكس بريس قدرت شركة مع شركة سبيضاف وبالتالي ستتخلص تاكس ديالك في الموقع وغالبا كيكون 8 دياله هو 25 درهم وبالتالي ما بقيش ستخلص حتى شريال هنا في المغرب وبالتالي إلا بلك 25 درهم 8 مناسب ستكمل وتأخذ المنتج ديالك بلك 8 غير مناسب ما ستأخذش المنتج ديالك كيفاش غنختارو الشحن مع سبيضاف بعد تحديثات الجديدة وكيفاش غنديرو في حالة ما وقع شغلط وقالت لنا سبيضاف نخلصو شي مقابل ولا تحولت لكل يدينا من سبيضاف جميع هذه الأسئلة غنجاوبكم عليها في الفيديو بالتفاصيل وكيف ديما الفيديو ان شاء الله في مجموعة من المعلومات اللي غدت فيدكم إذا تفرجوا في الفيديو حتى الأخر وما تنسوش تبرتجيو الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال إذا على بركة الله الأصدقاء اللي كيسولوني على كيفاش نختارو الشحن مع سبيضاف فكيف كتشوفوه أمامكم هذه هي سبيضاف اليكسبرس ساندار شيبين وهي الطريقة المعتمدة من طرف اليكسبرس كيف كلنا شغلنا لهذا الشيء في فيديوهات سابقة في موقع اليكسبرس دار شاركة مع سبيضاف وغالبا من هنا القدام إن شاء الله ما غاديش بقي نخلصو على منتجات اللي كتجي من اليكسبرس عن طريق سبيضاف وهذه هي الهضراء اللي كينا لحد الساعة لكن مستقبلا لعلموا لله المهم استفدوا دباء وغداء إحن الله وكالعادة هدي بعض الصور من الأصدقاء اللي جاتهم سلعة مع سبيضاف وما خلصوا عليها والو ودائما أي هضراء قلتها إلا كرعتكم عليها الأديلة حيث كي العز علي النقد لهذا وتكذب الناس دون أي دراية فكيف كتشوفوا قدامكم وكيف كتلاحظوا العديد من الأصدقاء ما خلصوا حتى ريال على المنتجات اللي جاتهم مع سبيضاف كيف كنا نكرر مع سبيضاف ماشي مع البوستة إذا كيف قلت لكم في البداية ما عنديش ظهر وماكنش من 90% اللي يستفدو من شحن مجاني مع سبيضاف فإلى التحولات الكوموند ديالي أو سلعة ديالي من شركة سبيضاف وجيت مع البوستة فضروري قد نخلص على 61 درام هي أقل حاجة وكذلك إذا وقع شيء غلط أو لا ما كانش عندنا الظهر وكننا في هذه النسبة 10% اللي قد تخلص مع سبيضاف فره قد نخلص تقريبا بين 15 حتى 30 درام فكيف كنا نقول سابقا إذا كان عندك شيء منتوج لفيت 100 درام فره كتجيك 30 درام أو 20 درام هانية حسن ما تخلص 60 درام لكن لا تريد أن تخلص 60 درام أو كيف قلت دلت عند البوستة وقالوا لك ضروري تخلص 60 درام فكيف كان الحل الخوتي فكيف كان قول لكم شدوا الكلية ديالكم من عند السيد لليفراليكم ديروا له واحدة صورة حاولوا تصوروا الاسم والعنوان ورقم الهاتف الخاص بكم اللي يكون في الورقة اللي مع الكلية وطلبوا من الليفرالي أنه يرجع على ديكسل عالي لأنكم لا يستطيع أن تخلصوا هذا المنتان الإضافي هنا قد تمشي لعليكسبرس سوف تفتح واحد النزاع والسبب النزاع هو أنه تفرضت عليك رسوم أخرى إضافية لكي تخلصها على هذا المنتج وهنا سوف تضع الصورة اللي خديتي للمنتج ديالك بالمعلومات ديالك في هذا النزاع هذا لكي حتى يلجأ السبور ديالعليكسبرس كيشوف فعلا بأن المنتج وصلك لكن تضفت عليك واحد الرسم أخرى اللي لم كانتش داخله من الأول وبالتالي هنا كيكون عندهم حلة واحد هو أنهم يرجعون لك فلوسك إذن أخوتي ضروري أنكم تأخذوا صورة لهذا المنتج اللي بغيتوا تسترجعوا الفلوس دياله وتكون هذه الصورة في هالمعلومات الخاصة بكم وقبل أن نختم الفيديو بنسبة الناس اللي بقي يكشيروا من على الإكسبرس فإحنا ديري مجموعة في الواتساب وكذلك مجموعة في الفيسبوك ومجموعة في تيليجرام كنحط فيها جامع الهيوتات يوميا إذا كنتي حاب بأنك تستفيد من هذه الهيوتات مع لك سوى تنضم المجموعة لنا فتلقوا الرابط في الوصف في الفيديو إذا أخوتي كان هذا الفيديو خفيف درايف نتمنى أن نكون فيدكم أي سؤال واجهته اضعوا لي في التعليق الخاصة بهذا الفيديو وإذا كانت أخوتي أول زيارة في القناة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم جديد أول بأول